ازيكو شباب اهلا بيكو في حلقة جديدة من جيمس تو ايجيبت اوقات كتير بيبقى فيه العاب عظيمة بمراحل عبقرية بتقعد تفتكرها طول عمرك بس المشكلة فجأة بتلاقي المرحلة او مهمة معينة كده متفوسة في النص بيبقى عندها القدرة انها تدمر اعظم لعبة اتعمت في التاريخ ما تفهمش بقى ساعتها ايه المشكلة بالزبط وليه المطور بعد كل الزكاء والعبقرية اللي هو عملها في لعبته يخرف في النص حابب بقولكو صدق اولا تصدق ان مراحل دي بيبقى ليها ايد بفقدان الشغف لكتير من الجيمرز وفي كتير منهم انا عرفهم شخصيا وحتى الكميونيتي بالكامل في العالم عمتا بيشتكوا منها فعلا مراحل تقفل البني ادم اللي بيفكر يجي يلعب اصلا اللعبة عشان يروق على نفسه شوية بعد يوم طويل كان صعب عليه سواء بقى في المدرسة الجامعة او الشغل فتعالوا النهاردة يا شباب نشوف مع بعض اسوأ مهمات ومراحل كادت ان تدمر العاب عظيمة لو لاحظوهم الحلو نكحوا في الاخر فيلا بينا نبدأ لاتس جو طبعا احنا لازم القانون الاساسي ان اللعبة هنختارها تكون فعلا عظيمة وماستر بيس عشان نعرف بقى نختار منها مراحل صحة ومزبوطة رقم سبعة معانا هبدأها كده ببلاك فلاج اللي ممكن نقول عليها من افضل لو مش افضل لبعض الناس جزء في سيسات اساسنس كريد بالكامل وفعلا فيه ناس بتعتبارها ماستر بيس الفكرة ان فعلا هي كل شيء فيها حلو بالاخص ان احنا ما عندناش اصلا لعبة قراصينة نظيفة فدي لما نزلت قسرت الدنيا لان انا بصراحة ما صدقتش نفسي ان انا ممكن يجي يوم واقول ان في لعبة خالة النابل كومبت وانك انت تلعب بصفن ودمر اسطول قدامك بحرية من طريقة فان جدا ما اظنش الكلمة دي يوبيسوفت لسه فاكرها صح يوبيسوفت؟ عموما بلاك فلاج فعلا جزء عظيم رغم ذلك بقى في مرحلة واحدة بس كانت معمولة بغباء لدرجة اني ناس كتير جدا سابوا اصلا جزء بلاك فلاج ومكاملوهاش وفيه كمان اللي وصفها باسوأ مهمة في تاريخ مراحل اساسنس كريد وهي الشيب ستيالث اده ستانية واحدة هو احنا كلنا عارفين ان التسلل عامات ان انضف حاجة في اساسنس كريد ازاي بقى ستيالث وده يتبقى حاجة وحشة يا شباب التسلل جميل بس لدرجة ان انا اتسلل بسفينة قد العمرة انا عايش فيها يا يوبي صوفت انت بتفقري ازاي بش كده احترمي حتى عقول الجيمرز الموضوع فلا دازن ميك سنس والمصيبة اصلا ان فيه واتش تاورز وابراج مراقبة حساسة جدا باي حركة عامة وهتقفشك لو واحد بلعب على الصعوبة العالية شوية زي حالات يعني بتبقى كابوس الموضوع فلا ابوخ بما تتخيل وانا اعتبره فعلا اسوأ مرحلة في اجزاء اساسن سكريم احنا عارفين انا مراحل عامة التريل اللي هو بشكل عام بتقعد كده تتجسس على واحد وتقعد تسمعه تعتبر خلاص زيقنا منها حلبت كتير وبقت رخمة كمان تخيل بقى بتعمل كده بسفينة طولها 120 متر فالموضوع بصراحة مش بس مضحك لقى هو ينرفز الواحد وبيرفع الضغط فطبعا دي مرحلة الاسوأ في اساسن سكريم رقم ستة بقى معانا مفاجأة لناس كتير وهي لعبة باتمان اركم نايت عامة سلسلة باتمان اركم من افضل لو مش افضل لعبة سوبرهيرو نزلت في تاريخ الالعاب وده اللي يخليها سلسلة ماستر بيس برضو فبدو النقاش يعني هنقعد ندور بقى لمرحلة معينة تقفل الواحد ولما انت كن عندك كل المقاومات دي انك تعمل لها بقى حلوة بالشكل دوت وتعمل مراحل نوعيتها جميلة جدا ويجي مرحلة واحدة تقفل الواحد لازم نجيبها هنا ونفس الفكرة انا قلتاها متا في بلاك فلاج فكرة انك انت تجيب حاجة كبيرة جدا وتتسلل بيها او تعمل مهمات بيها هنا بقى في باتمان احنا بالفترة طويلة جدا كالنفسنا في الباتموبيل او العربية بتاعته لما عملوها لنا وقدموها الاول مرة في باتمان اركم نايت كانت جميلة جدا انا فاكر الانترو بتاعها والدخل بتاعتها وهي من الركب العربية الاول مرة كالتحفة تخيل كده ان يجي مطور دماغه ما فيهاش روبع جنيه اي كيو وحرفيا ياما هو ضرب حاجة لان يجي يخليلك السكشن بلاتفورمر وانك انت تستخدم العربية بتاعتك انك انت تتنطق ما بين المباني ايه دا؟ ايه دا يا روكسيدي انا بش غريبة عليك خالص انك انت تتجننتي بعديها وبدأت تعملي حاجات عبيضة جدا فبصراحة الجزئية دي ومرحلة بتاعت الباتموبيل لان كنت تستخدمها في البلاتفورم كانت من اسوأ الحقيقة اللي شفتها في حياتي وفعلا نزلت جودة اللعبة بشكل غريب جدا يعني ما يبقاش كل الناس مستنيها تلعب بباتموبيل وتعملها بالشكل دوت والاسوأ كمان ان هم خلوها يبقى فيه بوس فايت عظيم داخل الباتموبيل يعني الديث ستروك لما واحد كان لعبه في باتمان اوريجنز كانت مواجهة عظمة لما اجي بقى في الاخر انا بجري وراها عشان اخده واقبض عليه لأ كده كتير انتو خليته باتموبيل بقت مش ممتعة بالمرة رقم خمسة معانا هي لعبة ستار وورت نايتس اوف دا اول ربوبليك طبعا يعني لعبة دي عظيمة واي مرحلة عامة للبود ريسنج انتو فاكرين يا شباب يعني الفترة طويلة السباقات عامة كانت رخمة وبالذات مثلا لعبة مافيا فاكرينها اللي تعتبر فيها مرحلة السباق الاسوأ على الاطلاق انا مجبتاش للمرة دي بس عشان جبتها بل كده انا قلت اجيب حاجة بقى المرة دي مختلفة وتبقى حاجة شبيهة لموضوع المافيا وهي السباق المخصوص بتاع النايتس اوف دا اول ربوبليك التصميم يا جماعة والتطوير بتاعها حاجة في منتهى السوق اللعبة نفسها جميلة جدا وماستر بيس بس للأسقف فهم كانوا عايزين يحطوا اي حاجة ليه علاقة بستار وورز فبالتالي يحطوا للسباق بقى اللي هو بود ريسنج يعني حتى مقلدوش نفسهم مثلا لما عملوا جزء بتاع فانتوم منس السباق بتاعها كان عظيم هنا عملوه بربع جنيه طلعوا مرحلة لازم تعديها بالعافية حتى مش ميني جيم لازم تتعدى بالعافية وحاجة في منتهى سوق وصعبة جدا انا ازا اقولك ان المرحلة دي قفلت ناس كتير جدا الكميونيتي نفسه كان مخنوق منها وكان يكاد يكون مكملش اللعبة معين لعبة تستهل عشرة لعشرة تنزل لثمانية لعشرة عشان خطر السباق دا فده من اسوأ المراحل الموجودة في عالم ستار وورز رقم اربعة معانا هي اكتر حاجة مستفزة في الدنيا وهي مراحل الميا فاي لعبة بقى يعني مش لعبة معينة هتكلمها مراضي بس هتكلم الاول عن سونيك دهيجهوغ فاكرنا يا جماعة مرحلة اللي بريث اللي انت بتبقى جوه المياه وبطيق جدا والبيسنج نفسه بيتغير يعني انت طول اللعبة متعود على السرعة معينة فجأة تلعب البطء دوت وحتى الموسيقى رخمة تخيل نفسك في حاجة زي كده فطبعا دي مرحلة شنيعة من عالم سونيك عامة وبرضو مرحلة المياه اللي في لعبة متل جيل سولد اللي هي جزء التاني يبينت معاك شخصية تقعد تنقذها واسكورت ميشن اللي هيك اسمها تريبا اما بتروح بقى بريدين اندر ووتر بقى وفيه مياه بطيئة وتقعد هيه تمشي وراك الاسكورت ميشن عامة انك انت بمعاك حد بتدفع عنه اكيد تفكرين طبعا اشلي من ريزينت ايفل حاجة شبه كده بقى بس المرات دي بقى في المياه فالموضوع شنيع والمرحلة دي طريبا اسوق مرحلة ممكن تلاقيها في سلسيات متل جير بالكامل ونفس الكلام برضو في نينجا ترتلز انت عندك مرحلة كاملة في جزء ترتلز ان تايم تحت المياه بقولك ايه هي دي مش اصعب مرحلة وبس لا هي اخطط مرحلة في تاريخ نينجا ترتلز انا بشعارف الناس بتحط ليه مراحل المياه ومراحل التلج بالوناسبة الناس طبعا بتلعب تراش والكلام ده مراحل التلج تتزحلق وكده كلها بتبقى سيئة في الالعب بعد كده جماعة شيل موضوع المياه ده وشيل موضوع التلج لان فعلا بتقلل من جودة اللعبة رقم تلاته معاني هي لعبة درايفر فكين الجيم العظيمة دي اللي واحد بصراحة حازين عليها لاختفاقها اللي بدون سبب هم اه اعلنوا ان فيه جزء جديد بس انا عايز رميك للاجزاء القديمة العظيمة دي بس المهم اللي محدش فاكره بقى انه هو فيه جزء معين في اللعبة دي وبذات اول وخالص كان توتوريال كانت فترة تعلمية تقدر تقول انها اسوأ فترة توتوريال اتعمت في تاريخ الالعاب الا ممكن ابقى اعمل مخصوص فيديو زي دوت عشان ديه فكرة جديدة بس ده هتشوفو رقم واحد درايفر هتبقى رقم واحد وانا جبالك كان النهاردة بصراحة التوتوريال ده جماعة مش بس صعب لا هو يعني انت محتاج تعمل كل حركة انت شايفة في الورقة الكاشكولة على يمين دي بطريقة بيرفكت وما تغلطش غلطة واحدة وكمان في ايه في جراج صغير وفيه time limit او زي stop watch يعني لازت اتخاصها قابليها انا بش عارف ازاي التوتوريال اصلا للعبة ادخليني واحد حريف دي اول حاجة وسانيا اللعبة كلها على بعضها بشي تعمل 40% من المطلوب منك في التوتوريال فيعني انتو بتهزروا اما عارفش هو ما عاملوا حاجة زي كده يعني اي مطور بيفقر يعمل التوتوريال زي ده يبه هو بشي عايز ناس تلعب الجيم بتاعته وعشان كده فيه ناس كتير جده ملعبتش درايفر مفقروش تجربوها بصعوبة ورخامة المرحلة دي رقم التين معانا هي هي هيلو كومبات ايفولف من افضل لعب المنظر الاولة تعمد في التاريخ وافضل حصرية بالنسبالي لأكس بوكس الجزء ده بالذات رهيب وهو اللي ليه السبب الاساسي انها اصلا تبقى السلسلة ايكونية بعدين ولو هنتكلم في الحق بقى هي لعبة اه بش بيرفكت لان فيها مرحلة برضو خلتها تنزل شوية وهي اللي اسمها لايبرري او المكتبة بش عايز بقى قولكم الناس والفانس بالذات الاسلسية دي بيقرهوها ازاي اولا الوحوش الموجودة هنا اللي اسمها الفلد عاملة زي الفضايين وبينطوا عليك ورخام جدا وبجد اختت عدوه في اللعبة لما تجابهم بقى كلهم يبقوا كتير منهم يبقوا في مرحلة تبقى ديئة وداخل المكتبة عاملة زي الميز بتقعد تخش يمين وشمال لأ انت كده بتغتت عليها وفعلا انت مش عايز ان يكمل اللعبة وعشان كده فيه ناس كتير جدا سابوا اللعبة دي وكادت ان تكون تفشل اصلا بسبب مهمة رخمة قوي لولا انها فيها فعلا مراحل جميلة واللعبة فعلا فكرة جديدة وكانت جميلة جدا وما ستشوف باد اس اللعبة عدت المرحلة دي والناس تغضت عنها بس غير كده صدقني مرحلة بالسوق دي كانت هتضمر اي لعبة في التاريخ تانية رقم واحد معنا اخيرا بقى واللي بصراحة ما قدرشنا ما اجيبهاش هنا وهي دارك سولز ومدينة ومرحلة طبعا المعروفة من وجهة نظري اسوأ تصميم عذاب ممكن اي واحد سادي يعني يعملها او يطورها في العالم اتعرفوا من هنا ان هم مخلوقين مخصوص عشان يعقبونا في حياتنا بس المرحلة دي بالذات بقى زودوها بالزيادة بجد والله انا مش بهذر انا قعدت في المرحلة بتاعة بايت تاون دي مش اقل من اسبوع لما اللعبة نزلت كل حتة فيها وكل فتفوتة في المكان عايزة موتك كلها من هنا تسمم والموضوع انه هو في بلاتفورم عبيد فيها وانت تقيل قوي والناس الموجودة كلهم عايزيني موتوك فالمدينة دي مش بس اسوأ مرحلة في تاريخ دارك سولز لا هي اسوأ مرحلة انا بالنسبالي في تاريخ الالعاب بشكل كامل وعندك طبعا البوصفايت اللي بعديها بعد كده بقى بيدوف كايوس ده ولكن اسمه ايه المرحلة كلها بلاتفورم انت زي راجل محارب لابس درعة تقيل جدا تعد تتنطط فالموضوع ده يا جماعة بصراحة دارك سولز وان تحتل الاسوأ مراحل رغم ان فيها مراحل عبقرية وده الغالبان السبب الاساسي ان مقالي دارك سولز وان متمسكة شوية متبقاش منهارة لان فعلا جزئية بلايت تاون كادت سيئة جدا بكده شبابة كنت جبتلكم مراحل سريعة الاسوأ في تاريخ العلعاب وكادت ان تتضمر اللعبة اللي كانت فيها اتمنى يكون الفيديو عجبكو اكتبولي في الكومنتات بقى اسوأ مرحلة عادة انت عليها في حياتك متنسج با like or share or subscribe وSee you in the next video